أنا تعليقي على مطلب الإعدام وأنا مع العقوبة قلت عشرات المرات لكن كيف؟ هناك سوء فهم حول عقوبة الإعدام يجب أن تصحيحها عند الناس الناس لديهم رؤية مشوة رؤية خاطئة لأنهم عادة اليوم بالخصوص الناس تسمع عن الإسلام من خصوم الإسلام أكثر مما يسمعون عن الإسلام من لسان الإسلامي نفسي وهذه هي المشكلة والإعدام جزء من القصص بالمفهوم الإسلامي الشرعي جزء من هذه المنظومة إذن يجب أولا تعيد الناس بما هو الإعدام ما هو القصص في الإسلام الناس تصور عادة الإعدام على أنه عمل وحشي أو خارج القيم المعاصرة إلى آخره السلوك غير مدني إلى آخره ولكن هذه المفاهيم كلها ما فيها من مفاهيم جوفاء بمعنى هي شابهة بلعب أطفال ملئة ملئة بالهواء فقط لكن عندما تمسكها وتحركها تجد أنها فارغة من الداخل المفاهيم يجب الاقتراب منها وتفكيكها ووضعها في البيئة التقافية والاجتماعية التي نتحرك فيها لكي نقيس مدى مصداقيتها مدى مصداقيتها أنا نظرت إلى المبررات التي يلجأوا لها عادة خصوم عقوبة الإعدام فوجدت مثلا أن يعني الكبرى المنظمة الحقوقية الدولية اليوم هي منظمة العفو الدولية أمنيستي أنترنسيونال يعني لديها وثقة عنوانها يعني إثنى عشر سببا لكي تكون ضد الإعدام عقوبة الإعدام دوز غيزون داتر كونتر لابين دوم مور دوم تناش السبب وعندما تنظر إلى هذه إلى هذه إلى هذه الأسباب الاثنى عشر أنت تجد في الحقيقة يعني أسباب واهية غير معقولة وغير منطقية ومبنية على على غير دراسة ليست مبنية على دراسة حقيقية للواقع وسأذكرها يعني في عجالة أولا يقولون بأن ندغو ألا في التنغو على بيرسون أمين يعني الحق في الحياة جزء داتي أو يعني جواني داتي في الشخصية الإنسانية وليست هناك السلطة يمكن أن تقرر في موت كائن إنساني يعني أكين أتغويتين والسوري دي سيدي دولا مور دا ندغو أمين في هذا السبب نلاحظ أن منظمة تنطلق من التقافة الأوروبية يعني هذا السبب لا يعني لا يندرج ضمن تقافة كعربي كمسلم أو تقافة الصيني أو الياباني هناك تقافة مختلفة هذه تقافة أوروبية يعني نقولك ليست هناك السلطة أن الحياة الحياة من الشخص الأول يجب نزعها من الشخص الثاني هذا هو المنطق يعني الرد على انتزاع الحياة بانتزاع حياة أخرى يقولون بأنه ليست هناك سلطة قادرة على أن تقرر في موت شخص لا نحن نقول بأن الإسلام يقرر الله سبحانه وتعالى في القرآن هو الذي يقرر القصص هو الذي يقرر في مقتل هذا ليست شريعا أرضيا يعني الناس لم تجتمع في نادي أو في مزلي الشعب في تاريخ الإسلامي لكي تقرر مقتل وإنما أن الله سبحانه وتعالى في القرآن هو الذي قرر مقتله إذن هناك سلطة لا توجد أي سلطة تقرر نعم عندنا نحو في الإسلام هناك سلطة إذن هذه المسألة حسمة معها هم يتحدثون عن أي سلطة هم أيضا معهم حق أنا أقول بأنه كما أقول دائما أنا لو أنا كنت أوروبيا وكانت أصولي مسيحية بالطبيعة كنت سأكون ضد الإعدام لأن الإعدام كان يمارس في أوروبا بطريقة وحشية وكان يمارس يوميا عشرات المرات بشكل همجي ولأسباب تافيها جدا وبدون أي حرمة للحياة البشرية إذن هم عندما يتحدثون عن لا توجد السلطة أنا أقول معهم حق لأنهم يتحدثون عن سلطة الكنيسة لكن أنا إذا ما أتحدث أنا أتحدث عن السلطة الإلهية في القرآن الذي أؤمن به كمسلم إذن هنا الفرق بيننا المسألة الثانية أن عقوبة الإعدام تمنع أي إمكانية للتراجع بالنسبة للمجرم نحن هنا نقول أنه في الإسلام هناك الحدود التي لا نقاش فيها وهناك يعني العقوبات الأخرى تعزيرية إلى آخره الحدود هذه لا يعني لا شأن لأحد بها إلا العائلة الضحية هم الذين يستطيعوا إما أن يقتصوا أن يطالبوا الدولة بالقصص أو يعني يأخذوا الدية حتى أن الفقهاء والعلماء يعني يقولون غالبيتهم يقولون بأنه لا حق للحاكم في أن يبطل القصص أو يعفوه عن القاتل إلا لأسباب يعني وظروف خاصة بالقاتل لكل يعني جريمة قتل حيتيات معينة وهذه الحيتيات يعني ولي الأمر أو العلماء والمجتهد لهم يعني حق النظر فيها ثم يعني إذن هذه المسألة بالنسبة للتراجع في الإسلام ليست هناك إمكانية سماح للمجرم القاتل يعني يتراجع لأنه فعلاً اقترف جريمة فلا يعني لا حاجة أندك لانتظار التراجع أو غير تراجعي المسألة هنا التراجع يتعلق من مسألة ذاتية يعني التوبة لكن التوبة تأتي أيضاً بعد القصص لابد من القصص ثم التوبة فإذن العلماء يقولون أن جريمة القتل أو القصص في جرائم القتل لها ركنان ركن يعني مادي وركن معناوي أو لنقول يعني الدنيوي وأخراوي الدنيوي وهو الحد الذي تقيمه الدولة والأخراوي وهو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى فإن شاء يعني تابع عليه وإن شاء عقبه المسألة الثالثة الأخرى هي نيبا ديس واسيف يعني كنا أن يقولون بأن عقوبة الإعدام ليست رادعة ليست رادعة وهذه مسألة لا يمكن قياسها من نسبة المنظمة العام في الدولية هذه ليست نجاز دراسة العقوبة الإعدام ليست رادعة أي إنسان الذي منطق سليم يقول بأن عقوبة الإعدام يعني بادي الرأي رادعة لأن الشخص الذي يعرف بأنه سيقتل بجريمته هذا كافي اللي يردعي إذا لم يرتدع الشخص وهو يعرف أنه سيقتل هل يرتدع وأنه يعرف أنه سيسجن أي أقرب إلى منطق أي منطق هذا أنا أتسأل يعني هذه هذه مشكلة فإذا قلنا بأن جريمة الإعدام ليست رادعة فما هي العقوبة التي كنت تكون رادعة مثلا ستنشرتي مقرية لإنما يعني هذه عقوبة قاسية وغير إنسانية القانون فلسفة القانون عندما وضعتها البشرية وأجمعت عليها وضعت عقوبة صارمة عقوبات صارمة يعني كانت العمل الشقة كانت السجل المؤباد الحرمان من الحرية القيود إلى آخره الحرمان من الزيارة وليس هناك يعني أصعب من أن تعزل بالسجن من أن تعزل الفرد من أبنائه ومن أسرته أليست هذه عقوبة قاسية وغير إنسانية أنت تعزل يعني الشخص يعيش معك في نفس المدينة هو في السجن وأبنائه في البيت داخل نفس المدينة هذه هؤلاء في الحرية وهذا في السجن وهناك حالة من العذاب تعيش والأسرة لمدة طويلة أليست هذه عقوبة غير إنسانية؟ إذن ما هو المقياس؟ عقوبة غير إنسانية ثم الجريمة يعني جريمة القاتل أليست غير إنسانية ووحشية؟ إذن كيف نتقبل بأن نتسامح مع جريمة غير إنسانية وقاسية هي جريمة القتل وننسب هذه القصوى وهذه الوحشية إلى العقوبة العادلة التي يجب أن تنزل بالقاتل هذا منطق غريب المسألة السادسة الخامسة هنا إشكال عندنا منظمة العفو الدولية تقول بأنه العقوبة الإعدام تصيب أساساً وبطريقة غير متناسبة الأشخاص يعني في وضعية مزرية يعني جماعات إثنية عرقية مخصوصة في بعض المناطق هي التي يحكم عليها بالإعدام في بعض الدول يعني بمعنى النتاج العنصرية حيثاً دوافع بدوافع عنصرية تصدر أحكام بالإعدام في حق أفراد ينتمون إلى طائفة معينة وليس إذن هذه المسألة لا علاقة بالإعدام هذه المسألة لديها علاقة بالعنصرية لديها علاقة بالقيم الإنسانية وبمحاربة العنصرية لا يجب محاربة عقوبة الإعدام في الحالة يجب محاربة العنصرية لكي تكون عندنا عدالة شاملة هذا منطق مختل لدى المنظمة المسألة السادسة التعطية إيضاً ir الأحكاب vil言 الأحكام بالنسبة عقوبة الإعدام بحق شاملة تستعملP تستعمل من طرف الحكومات الاستبدادية إذن كده بزيخ الماء والكهرباء على السكان بطريقة فيها استبداد لأنه حكومة مستبدة من كان مستبدا يستبده في كل شيء حتى في التقافة حتى في توزيع الخضروات على المواطنين مثلا ليس فقط في الإعدام النظرة تكون غير متوازنة من نسبة لجميع الأمور حتى بحرية التنقل لأن الموضوع موضوع استبداد إذن في هذه الحالة لا يجب أن نتحدث عن الإعدام نحن نتحدث عن استبداد في أي علاقة من الإعدام ومن الاستبداد فهنا خلط الأمور المسألة الأخرى العقوبة الإعدام هي انتقام وليست عادلة ما هو انفهم العادلة هو انفهم الانتقام الانتقام وهو عندما يعني تعاقب شخصا ويقل القانون نحن نعتبر بأن القانون أي قانون في أي مجتمع هو ضمنيا نظريا عادل حتى لو كانت ظليما بين قوسين لأنه يقول لك يجب أن يحاكم طبقا للقانون في أي بلد بلد حتى لو كانت القوانين مختلية يقولون يجب أن يحاكم طبقا للقانون هم لا يسائل للقانون يسائلون تطبيق القانون فهنا الفرق إذن الانتقام في هذه الحالة هو عندما تشتط في ممارسة القانون تتجاوز ما يمنح لك القانون إذا كان القانون يعني في حالة مثلا القصص في الإسلام يعني أو في غيره ينص على قتل الجاني القاتل وأنت تقتل القاتل وزوجته هذا انتقام هذا انتقام أو تقتل يعني الجاني يعني تعتقله في ظروف غير إنسانية يعني تمنعه من الأكل من الطعام من النوم في انتظار تنفيذ العقوبة هذا انتقام لكن العقوبة في ذاتها هذا لا لأننا نحن نتحدث الآن عن الممارسة طبقا لما هو منصوص عليه في القانون إذا كان منصوصا في القانون الإعدام فيجب أن يطبق الإعدام بدون شطط فهنا خطير جدا عند المنظمة إذا كان تنفيذ الإعدام يمكن انتقاما فما دون نسمي جريمة القتل في حد ذاتها وكيف يمكن أن يكون جريمة القتل انتقاما والعقوبة على جريمة القتل انتقاما كيف يكون لدينا انتقامان يجب أن نغيط تسمية فيما يتعلق بجريمة القتل أولا لكي نتقع على العقوبة تسمية الانتقام فإذا هذا ميزا مختل السبب الآخر يعني لا هو أمر فيه تناقض هناك تناقض فيه يعني معاقبة يعني جريمة بجريمة أخرى أنا أعتقد بأن هذا السبب يعني خطير جدا وإساءة لمفهوم القانون هذه منظمة العفو الدولية يعني توسيء إلى مفهوم القانون إلى طهرانية القانون يعني عندما أنت تصف العقوبة بأنها جريمة ورد على جريمة أنت تطعن في مصدقية القانون إذن يعني هذه دعوة إلى التوحش إلى أن لا يكون هناك قانون إذا كنت تعتبر أي عقوبة مضمنة في منظومة قانونية معينة جريمة فإذا القانون كله جريمة يجب إزالة القانون إذا قلت لي بأن لا أنا أتحدث عن الإعدام هو الجريمة أنا أقول لك لا أنا أعتبر السجن المؤبد هو الجريمة من يعني من يتوسط بيننا أنا أعتبر بأن يعني الحكم السجن المؤبد أخطر عقوبة الإعدام يعني في لحظة واحدة الإنسان قد يفقد حياته وحتى أسرته تيأس من وجوده عوض العدب يعني عوض العدب برؤية قاربهم يتعدب طوال سنوات وسوف أعطي مثال على هذه المسألة لكي أفني هذه النقطة ما يسمي بالموت الرحيم في أوروبا يعني للتناظي ما هو هل يعني هم يجمعون بين متناقضين الموت والرحيم هل هناك موت الرحيم كيف تسمي هذا موتا رحيما ولا تستطيع أن تسمي يعني القصص في حق قاتل شخص موتا رحيما وهو بالفعل هذا موت الرحيم لأنك أنت ترحم الجاني أولا يعني تخلصه من ذلك العدب الذي هو فيه لأنه لا نقول أن أي قاتل لديه ضمير ويوم سوف يصحو ضمير أن تتخلصه من هذا العدب ثم انطلاقا من المنطقة الإسلامية هو يتخلص بمعنى يتطهر أمام الله سبحانه وتعالى هو يتطهر من هذه الجانب أن تتخلصه وذلك نحن نلاحظ في الترق الإسلامي وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن الكثيرين عندما كانوا يقترفون جرائم كبائر مثل هذه كانوا يؤترون عندما يقولون يا رسول الله أنا لقد فعلت كذا أنا لقد ارتكبت حدا أو اقتربت حدا كما قالت المرأة الغامدية النبي صلى الله عليه وسلم يعني الناس تبحث عن التطهير لأن العقوبة للقصص في الإسلام ليس فيها جانب مادة فقط الجسد لا هناك الجانب الروحي فيها الجانب الإيماني الناس تبحث عن تطبيق الحد في أنفسهم ليتخلصوا من هذه الموزيم ويعرفون بأن العقوبة الدنيوية ليست كافية وإنما العقوبة الدنيوية ستقودها مباسرة إلى اليوم الآخر إلى الله سبحانه وتعالى وأنا ذاك سوف يكون هناك عقوبة أخرى فيبحثون عن الخلاص من هذا العب إذن قلت أنه التناقض الذي يتحدثون عنه وبحقق ليست تناقض التناقض موجود في الموت الرحيم في هذا التناقض لدى الأوروبيين كيف يتحدثون عن موت الرحيم لشخص يعني لا حرية له في الكلام يعني شخص طريح الفراش مريض من أدرك بأنه يعني لا يتعدم أن الله سبحانه وتعالى سلطى عليه راحته ويبدو لك أنه يتعدم ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يعني أعطاه السلامة من يدري؟ هذه أمور غيبية ثم من يدري بأن الشخص لديه يعني أمل في أن يعيش أو يريد أن يعاني ويتألم بين الحين والآخر لكن يتمتع بالحياة يتمتع برؤية أبنائي وبرؤية أسراتي إلى آخر مسائل كثيرة جدا هذه نفس باشارية إذن كيف يبيح لك ضاميرك أن تقتل شخصا مؤينا بحجة القتل الرحيم بدون حاجة إلى بدون استشارته بعد يعني من نعم هناك سلطة تمنع الحياة وتمنع الحياة أيضا وهي سلطة الإلهية الله سبحانه وتعالى والذي يعني ينشئ الإنسان في الأرحام وهو الذي ينزع الحياة والذي يحيي ويميت ويحيي ويميت أيضا عن طريق القصاص والعقوبات والحدود التي سنها في القرآن إذن ليس هناك إشكال في هذه القولة المثال الأخرى نسبة لمنظمة العفو الدولية من النقاط التي ترىها مبررا لإنغاء عقوبة الإعدام أن لائحة لائحة البلدان التي تلغي عقوبة الإعدام تتماشى مع البلدان الديمقراطية يعني البلدان الديمقراطية أو البلدان التي تريد الديمقراطية هي التي تلغي عقوبة الإعدام بمعنى أن لا يلغي عقوبة الإعدام إلا الدول الديمقراطية وهذا الكلام أيضا غير صحيح غير صحيح لأنه غير صحيح من حيثه نظريا عمليا الويت المتحدة الأمريكية دولة ديمقراطية فيها انتخابات نازيها فيها قضاء مستقيل إلى آخره فيها الصحابة لكنها تمارس عقوبة الإيدام إيران أيضا بلد ديمقراطي شئنا أم أبينا بلد ديمقراطي في انتخابات في أحزاب في تعددية إلى آخره يتبق عقوبة الإيدام إذن هذا المبرر مبرر غير غير سليم ثم أنك عندما تقول بأن عقوبة الإيدام تتماشى مع الديمقراطية أنت تنصف أساس ديمقراطية أنت تقضي على أساس ديمقراطية لأن الديمقراطية ما هي الديمقراطية كما تعرفوا منظمة العفو الدولية وغيرها وهي حكم الأغلبية وهي حكم الأغلبية والحكم الأغلبية كيف هي يمكنه سبره كيف يمكنه معرفته سواء بالانتخابات المباشرة سواء باستطلاعات الرأي سواء باستطلاعات الرأي استطلاعات الرأي في أوروبا كلها تسير نحو الرغبة في إعادة عقوبة الإيدام في بداية هذا شهر سبتمبر جريدة الموند الفرنسية نشرت نشرت استطلاع رأي قمت بها مؤسسة فرنسية لإستطلاعات الرأي وكانت نتيجته 55% من الأشخاص من المواطنين الفرنسيين مع تطبيق عقوبة الإيدام علمنا بأن فرنسا ألغت عقوبة الإيدام في 1981 لكن رغم إلغائها لعقوبة الإيدام في سنة 1981 لم تضمنها في الدستور إلا في سنة 2007 وعلينا أن نفهم لماذا من 1981 إلى 2007 لماذا هذا التأخر وما هي أسبابه السياسية والإديولوجية وما هو الحرك الداخلي في المجتمع الفرنسي الذي أجل كل هذا التأجيل هذه المدة لكي نعرف بأن إلغاء عقوبة الإيدام ليس حولها إجمع هذا ما أرجل أن أصل إليه ليس حولها إجمع فإذا هذا أنا قلت هذا استطلاع الرأي في فرنسا يقول 55% من المواطنين الفرنسيين مع عقوبة الإيدام أخطر منها هذه النقطة أخطر بكثير وهي ما جاء بالاستطلاع أن يعني الأحزاب السياسية الأشخاص الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية هم مندرجون ضمن هذه النسبة 55% فيما يتعلق بالأوساط السياسية الأشخاص منتمين إلى أحزاب سياسية 85% منهم مع مع عقوبة الإيدام مقابل 71% بالنسبة للجمهوريين 39% بالنسبة للجمهوريين الربابليكا ومارش حركة الربابليكا ومارش و البرتي السوسياليس الحزب الشراكي والأوروبا الإيكولوجي البرتي كومينيس هنا المعضلة هذه قضية خطيرة جدا أن أتفاق لماذا؟ الناس الذين يؤيدونه عقوبة الإيدام 39% من الحزب الشراكي ومن الحزب الشيوعي 30% من الحزب الشيوعي عادة عادة يجب أن تكون هذه النسبة منعدمة وسط الشراكيين وسط الشيوعيين يجب أن تكون منعدمة يعني هؤلاء يعني من أنصار الحرية المطلقة وسلطة البرويتاريا والطبقة العاملة وفي مجتمع فرنسي يعني مجتمع الذي يعني صانع الأنوار والتورة الفرنسية وكان يجب أن أرى 0% أو 9% هؤلاء يشود يعني بعض الشيوعيين وبعض الشراكيين الذين لا أقرب بالشراكية ولا بالأنوار هم الذين يرفضون الإعدام لكن 39% 30% ما الذي كم يفسرون عن النصف يعني حضر الشخص حضر الشخص 39% بالنسبة للشراكيين وبنسبة للشيوعيين هذا رقم خطير جدا رقم كبير جدا ليس رقم يعني لا يجب أن ننظر إلى يعني النسبة الديمقراطية 50% لا 39% رقم خطير جدا يعني هذا الرقم كان لا يجب أن يكون لو كان عند لوبين وعند اليامين المتشديد في فرنسا أقبلها لكن أن يكون عند الشراكيين وعند الشيوعيين هذه مسألة مشكلة يمكن أن نفسر عند الشيوعين نقول أن هؤلاء من الموارين إلى النموذة الصينية و أنا لا أعتقد أن الحزب الشيوعي في مصر عفوا في فرنسا ليس للنموذة الصينية النموذة الصينية مرفوض عند الحزب الشيوعية كافة في أوروبا لأن هؤلاء يؤمنون بالديمقراطية الاجتماعية سوسيال ديمقراطية ماشي وليس الشيوعية الاستبدادية المركزية على النموذة الحزب الشيوعي إذن هناك مشكلة نقول هذا الرقم رقم خطير جدا ما يعني بأن العقوبة الإعدام في فرنسا وفي أوروبا عموما لا تشكل يعني نقطة إجماع ليس حولها إجماع آآ 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 سريعا إلى الأخرى أنه يعني آآ آآ هذا المبرر مثل المبرر الثاني أو الثالث وأنه العقوبة عقوبة الإعدام يعني لا تسمحوا بالتراجع بالتراجع عن يعني لا تسمحوا لسلطة القضاء بالتراجع عن قرار في آخر لحظة الـ 11 اللي ممكن أنه الحل بالنسبات للمنظمة العفدورية وأن نعزل خارج المجتمع الأشخاص هؤلاء المدانين بجرائم القتل والاختصاب بدون تنفيذ عقوبة إدم في حق إذن هذا العزل يبقى ما المقصود يعني الـ 11 يمكن أن تنفيذ الـ 12 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 ما هو المقصود ماذا تقصدون هل نبني جزيرة لهؤلاء هل نعزلهم على المجتمع هل ننفيهم إذن هناك إشكال لا توضحه وانا أرى بأن هذه أسوأ بكثير من الإدم أن تتعزل أشخاص اللي يعني إلى أي مدى إلى أي مدى هل للأباد هل للأجل المحدود يعني ما هو المطلوب أخيرا وهذه أخطر بكثير هذه النقطة الأخيرة أخطر بكثير يعني القانون الدولي يشجع الدول لإلغاء هذه العقوبة حتى بالنسبة للجرائم الأكثر خطورة مثل جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجامعية لأن هذا مشكلة منظمة العافو الدولية يعني حتى بالنسبة للإبادة الجامعية وحتى بالنسبة للجرائم ضد الإنسانية أنت ضد الإعدام هذا إشكال إذن ما هو مفوك للعدالة في هذه الحالة لا مفوك للعدالة يعني الإبادة الجامعية يأتي شخص ويبيد 20 ألف مواطن أو طائفة أنت الآن قلت لي بأنه في هذا المبرير هناك تصفية حسابات لطوائف بسبب العنصرية تطبيق الإعدام في الأوساط التي تتامي إلى طوائف ثم تأتي وتقول لي أنه يجب التسامع حتى مع الأشخاص الذين ينفيدون جرائم إبادة جامعية في حق هذه العرقية هذا تناقض عند منظمة العافو الدولية هذه فوضى هذه فوضى فكرية تقافية عند منظمة العافو الدولية بكل صراحة هذه المبرج كلها لا أساس لها هذه المبرج لا أساس لها وبصراحة يعني هذا يدعو للأس شخصية إذا كانت منظمة العافو الدولية تقول هذا الكلام مع اعتدار الشديد مع اعتدار الشديد هذه كلها وهي عوية بريس نحو إعلام هادف